السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابنائي بناتي طلبة شهادة الاعدادية اهلا بيكم. النهاردة بنحل مع بعضينا نتحان الفصل الدراسي الثاني الفين تلاتة وعشرين محافظة قناة فابقوا معنا. اول شاء طبعا عندنا اللي هو الديالوج بيقول لي اسراء بتسأل بسمة عن وظيفتها المستقبلية. طبعا بداية زي ما احنا عارفين لازم يقرأ كل الديالوج الاول. طيب اسراء بتسأل هاي بسمة where have you been? انتي كنت فين? بسمة هتقول لها بقى المكان اللي هي كانت فيه. اسراء قالت the library قالت كده بتعجب يعني. المكتبة يبقى معنا كده اه ان بسمة هتقول لها انا كنت في المكتبة. يبقى i have been to the library. بعد ما اسراء قالت the library آه بتسأل كمان سؤال ليه بسمة? بسمة ردت because i am doing research about media. لاني بعمل بحس عن وسائل التواصل. يبقى انا طبعا السؤال لماذا? يبقى why have you been there? ليه انت كنت هناك. بعد كده اسراء بتسأل what job would you like to do in the future? الوظيفة اللي تحبي يعني تقوم بها في المستقبل? طبعا من خلال اريتنا للمحادسة هتطلع يعني صحفي او صحفية. يبقى رجابة هتكون i would like to be a journalist. بعد كده اسراء بتسأل why do you want to do this job? ليه انت عايزت تقوم بهذه الوظيفة? هتقول لها بقى ايه اي صفة حلوة بخصوص هذه الوظيفة? ممكن تقول لها because it is very interesting. لانها ممتعة جدا. اخر نقطة عندنا في الديالوج اسراء بتقول او بترد يعني عظيم شيء عظيم. فابتسأل بعدها سؤال اجابته بالتأكيد. يعني ياس يعني. يعني الصحفي محتاج مهارات خاصة. يبقى السؤال هيكون هل الصحفي محتاج مهارات خاصة? طبعا هنا بما ان عند الفعل اساسي اخر اس في المدارة بسيط. يبقى هنقول دو ولا داز داز. يبقى بكده نكون خلصنا اول سؤال الديالوج ويلا بينا على السؤال التاني اللي هو وفي سؤال شباب لازم نقرأ الكلمات اللي من دهاني في البوكس. بيقول لي ده فعلي معنى يدور حوله. يعني ارسلة. اولماء الفضاء. مركبة فضائية. دي مبنية نقول طبعا يعني ارسلة او تم ارساله. يعني اجانب. نقرأ بقى الموضوع كده بالراحة. يعني محطة الفضاء الدولية. هنا بتكلم عن موقعها ان هي سبعين كيلومتر فوق سطح الارض او فوق اه القرى الارضية. يبقى الحل هيكون مركبة فضائية. طب. the first piece of it. اول قطعة منها. نقاط into space. ارسلت ولا ارسلت طبعا. مبنية المجهول اتبقى ارسلت اتبقى was sent. مبنية المجهول. in 1998. سنة 98. it's a place. انه المكان. where. نقاط leave and work. انه المكان. where. مين بقى اللي بيشتغل هناك. where astronauts. اللي هي علماء الفضاء. leave and work يعني بيعيشوا هناك ويشتغلوا هناك. when they go into space. لما بيروحوا للفضاء. the space station. not the earth every day. هنا انا محتاج فعل. المحطة الفضائية مالها orbit. يعني تدور حولها. the earth. الكرة الارضية. every day. كل يوم. كنا خلصنا سؤال الثاني. ويقال بينا على السؤال الثالث. القطعة. ودلوقتي يا شباب انا ربقى الكطعة بالراحة. بيقول لي rain forests. يعني الغابات الماطيرة. او الغابات الاستقوية يعني. مالها are forests. يعبر عن غابات with high rainfall. يعني بامطار شديدة او امطار عالية جدا. and a large number of different kinds of plants. وبرضو فيها a large number يعني عدد كبير من different kinds. من الانواع المختلفة من البلانتس النباتات. والانماز الحيوانات. rain forests. الغابات الاستقوية ديت. are the most important habitat. هي الموطن الاكثر اهمية on our planet. على كوكبنا. because they are home. لان هما بيعتبروا موطن. for fifty to ninety percent of the species on earth. موطن لحوالي خمسين الى تسعين في المية من الانواع على سطح الارض. in addition وبالاضافة الى ذلك. they are a main source of medicine and wood. خليب لكم النقطة دي. بالاضافة لذلك. فانهم اللي هما الغابات يعني ديت. الغابات الاستقوية. هي a main source. مصدر رئيسي. of medicine. للدواء والاخشاب. human beings. يعني البشر depend on rainforests. بيعتمدوا على الغابات الاستقوية in different ways. يعني بطرق مختلفة. never less. يعني ولكن large areas of rainforests. يعني مساحات آآ واسعة مساحات كبيرة من الـ rainforests. من الغابات الاستقوية are cut down. يعني بيتم آآ ازالتها بيتم قطعها every year سنويا by people بواسطة الناس. rainforests have a great effect on the climate. يعني الغابات الاستقوية لها تأثير بالغ على المناخ. when trees are cut down. يعني عندما الاشجار تقطع. or burn it. او تحرق. زي release. فانهم بيتلقوا carbon dioxide. بيتلقوا ساني اوسطة الكربون into the air. في الهواء. which is the main gas. آآ الذي يعد الغاز الرئيسي. that causes global warming. اللي بيسبب global warming. الاحتباس الحراري. cutting down rainforests. يعني تقطيع الغابات الاستقوية. also changes the amount of rain. ايضا بيغير كمية المطر. that falls in an area. اللي بتسقط آآ على منطقة الماء. and can cause floods. ويمكن ان يسبب الفيضانات. اول شغال عندنا بيقول اللي تشوز. number one. the best title for the passage is not. انسب واحسن عنوان للموضو دوت هو ايه؟ طبعا تبقى آآ rain forest. الغابات الاستقوية او الغابات المطيرة. number two. بيقول لي the underlined word neverthless. الكلمة الثالثة. besides wood. بالاضافة الى الاخشاب. rainforests can provide humans with noot. فان الغابات المطيرة او الاستقوية ممكن تمد البشر بايه؟ طبعا قلنا medicine. اللي هي الدواء. number four. بيقول لي summarize the effect of rainforests on the climate. يعني لخص تأثير الغابات الاستقوية على المناخ. والملخص هنا يا شباب يعتمد على الفقرة الاخيرة من النص بتاعنا. وهنا ممكن نكتب من اول rainforests have a great effect on the climate. لغاية اخر الفقرة بتاعتنا. النقطة الخامسة. why are rainforests the most important habitat on the earth? ليه? الغابات المطيرة او الاستقوية بتكون الموطن الاكثر اهمية على سطح الارض. الاجابة يا شباب هتكون من اول rainforests are the most important habitat on our planet because they are home for fifty to ninety percent of the species on earth. in addition to the philizelics they are a main source of medicine and wood. السؤال الثالث عندي يا شباب. what do you think people should do to protect rainforests? في اعتقادك ايه اللي ياجب على الناس يعملوه علشان يحموا الغابات المطيرة. people should stop cutting down rainforests and find more sustainable ways to use their resources. السؤال الثالث ويلا بينا على السؤال الرابع choose. النقطة بيقول لي. نقطة is a person who specializes in languages. من هو الشخص اللي بيكون متخصص في اللغات. طبعا linguist اللي هو عالم لغوي. رقم اثنين are the remains of animals. بقايا الحيوانات or plants او النباتات that lived in the past. اللي عاشت في الماضي. طبعا اللي جايبها هتبقى fossils يعني حفريات. رقم ثلاثة we can form the adjective from the word renew by adding the suffix نقط. يمكننا ان احنا نعمل او نكون الصفة من كلمة renew باضافة انهي مقطع او انهي خاتمة. طبعا renew هتبقى renewable يبقى اخر مقطع اللي هو letter d. النقطة الرابعة بيقول the opposite of the word traditional is نقط. طبعا قبل ما اجيب اه العكس بتاع الكلمة لازم اعرف معناها الاول. طبعا كلمة traditional معناها تقليدي وتقليدي يعني حاجة قديمة مش حاجة جديدة. هو عايز opposite يعني عكسها. يبقى عكس كلمة traditional هتبقى modern بمعنى حديث. النقطة الخامسة الشباب في اللي تشوز we can use internet without wires. ممكن نستخدم الانترنت بدون اسلاك. this means we use not add technology. وهذا يعني ان احنا بنستخدم التكنولوجيا ايه طبعا تكنولوجيا الهوائية اللي هي بدون اسلاك يبقى wireless. رقم ستة we should avoid يجب علينا ان نتجنب throwing rubbish. اه القائل القمامة into the nail في النيل. the word avoid الفعل او الكلمة اللي هي avoid can be replaced by. ممكن نحل محلها بان يفعلي من دول طبعا stop. خلصنا السؤال الرابع اللي تشوز ويلا بينا على السؤال الخامس complete اللي هو الخاص بالgrammar. او النقطة عندنا يا شباب. if he read my message he reply to it. طبعا يبقى الاجابة. he would reply to it. عشان دي تبقى حالة تانية. النقطة التانية. after i have my lunch. i went out. طبعا بعد افتر بحط مادة تام. يبقى had had. النقطة التالتة شباب. yes you said me that. هتبقى طبعا بعد ال said نستخدم told. النقطة الرابعة. the government plans plant a lot of trees. هيبقى الاجابة طبعا plants to plant. النقطة الخامسة. when i was young. لما use to smokey. اللي جابة طبعا تبقى بالنفي. didn't use to. السؤال السارس والاخير. اكتب 110 كلمة عن. review of a visit to an interesting place. اكتب review. لزيارة لمكان شيق. طبعا عندنا سماعلية. ممكن تكتب عن مطقة الاغرامات في الجيزة او اي مكان اخر. فيه سندول الوصف يا شباب. هنلاقي اجابة للreview ده اول تاتس. بكده نكون خلصنا. امتحان محافظة قناة ترميتين 2020. thank you very much and goodbye. you